لكن خليني في البداية أقول لكم تسهيلات مهمة أقرها مجلس إدارة النادي الأهلي للرغبين في الانضمام لعضوية النادي مزايا جديدة قبل سرايان السعر الجديد اللي هيكون على العضوية بداية شهر سبتمبر إن شاء الله الوضع الحالي الرغبين في الاشتراك في العضوية سواء العضوية العامة لكل الفروع أو عضوية الفرع فرع الشيخ زايد أو فرع التجمع بموجب هذه التسهيلات يمكن الانضمام لعائلة الأهلي مع تقصيد قيمة العضوية لو حتدفع 25% مقدم ممكن تقصد أرباء على ست سنين وممكن تدفع 30% مقدم واتقصد الباقي على خمس سنين وممكن تدفع 50% واتقصد الباقي على أربع سنين تعرفين إن العضوية دلوقت فرع الأهلي في التجمع أو فرع الشيخ زايد لاتنين كل واحدة فيهم بـ 285 ألف شاملة ضريبة العضوية ده للمؤهل العالي وبالنسبة للمؤهل الأقل من العالي فيما تبلغ 570 ألف جنيه لدون المؤهل العالي شاملة ضريبة يعني المؤهل العالي 285 ألف جنيه ده لعضوية فرع التجمع أو عضوية فرع الشيخ زايد طب العضوية العاملة الكاملة بقى لكل الفروع دي للمؤهل العالي بـ 855 ألف جنيه شاملة قيمة الضريبة المضافة ولدون المؤهل العالي بـ 1.140 ألف جنيه طيب لما حتزيد بقى اللي حيلحق دلوقت حسب الأسعار الحالية اللي حيبدأ العمل بها 1 سبتمبر 1.9 عشان كده تسهيلا للراغبين ونظرة للإقبال الكبير إنه دي قالك الزيادة من أول سبتمبر ابتداء من 1 سبتمبر هتصبح لعضوية الفرع في التجمع أو في الشيخ زايد هتبقى 399 ألف جنيه للمؤهل العالي شاملة ضريبة و 684 ألف جنيه لدون المؤهل العالي شاملة ضريبة وعندك فرصة قبل 1 سبتمبر تستفيد من التأسيط الموجود يعني الحقيقة أنا ألمس هذا لأن الوقت أنت بتاخد عضويات في كل فروع النادي لما بروح الشيخ زايد بشوف الاندفاع وحركة الإقبال على الاشتراك في النادي الآلي والميزة اللي الناس بدأت بتحاول دلوقتي تفاعلها أنك إنت لما بتعمل عضوية فرع بتحتفظ بحقك في تحويل العضوية الفرع إلى عضوية كل الفروع في أي وقت عجبك بالسعر وقت التعاقب يعني إذا زاد بعد كده بتدفع على سعر لمدة خمس سنين يعني محتفظ بهذا الحق لمدة خمس سنين لمدة خمس سنين والآهل مرشح أنه بيعمل يعني يكاد يكون تقريبا استقر على أنه يعمل فرع في العالمين وده هيبقى حاجة جميلة جدا لأعضاء النادي الآلي كمان اللي هم لما يروحوا في الصيف ممكن يتردادوا عليه